مجزو الثالثة أهلا بكم بداية ممثلا لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يتوجه اليوم الوزير الأول نذير العرباوي إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا والتي ستنعقد غدا بالعاصمة نيروبية وتهدف هذه القمة إلى مناقشة تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية ورسم التوجهات الاستراتيجية بما يسهم في توفير التمويلات الضرورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا وعشية انطلاق قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا انطلقت اليوم بالعاصمة نيروبي أشغال الاجتماعات التحضرية على مستوى الخبراء الذين سيعكفون على بلورة مقترحات من شأنها الإسهام في تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع التنموية في عديد أدول الإفريقية أشرف السيد الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباحة اليوم بالمداصة العليا للعتاد بالنحية العسكرية الأولى على مراسم افتطاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد في البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى وبحضور المراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي تابع السيد الفريق أول عرضا قدمه المدير المركزي للعتاد تناول حصيلة النشاطات الإسنادية المنفذة بعنوان برنامج تحضير القوات لسنة 2023-2024 وآفاق تطوير أداء سلاح العتاد خلال السنوات المقبلة عقب ذلك ألقى السيد الفريق أول كلمة توجيهية بثت عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد إلى مجمل وحدات المديرية عبر النواحي العسكرية الست عبر في مستهلها عن سعادته بالإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات العتاد بغية الوقوف على مدى تنفيذ مخطط أعباء هذه المديرية الهامة وإجراء حوصلة شاملة لنشاطات الجارية في مجال الإسناد وحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي يجدر بي في المستهل التعبير عن سعادتي بالإشراف على الاجتماع السنوي لطارات العتاد الذي حرسته كثيراً على ترأسه بغية الوقوف معكم على مدى تنفيذ مخطط الأعباء هذه المديرية الهامة وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة وتقييم مساهماتها في تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي ورفع من جهزيته السيد الفارق أول شدد بالمناسبة على أن آداء قواتنا المسلحة لمسؤوليتها على الوجه الأكمل في ظل الظروف الراهنة يستدعي تضافر أعمال الجميع وتكاتف جهودهم مع كل ما يتطلبه ذلك من يقظة واحتراس وحرص على تنفيذ المهام بالدقة المطلوبة والصرمة اللازمة ذلك أن اكتساب مجيبات القوة والجاهزية ليس بالأمر الصعب إذا ما تضافرت أعمال الجميع وتكاتفت جهودهم واستطاع كل فرض عسكري مهما كانت المسؤولية التي يتولاها أن يؤدي ما عليه من وجبات ومهام بكل مهنية واحترافية وعليه يطلب منكم على غرار كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي من أجل تمكين قوتنا المسلحة من أداء مسؤوليتها على الوجه الأكمل في الظروف الراهنة بل وفي كل الظروف بأن تكونوا في منتهى التيقظ والاحتراس وأن يطلع كل واحد منكم بما أسند إليه من مهام ويحرص أشد الحرص على تنفيذها بالدقة المطلوبة والسرمة اللازمة من خلال الاستغلال الفعال والأمثل للقدرات البشرية والمادية المسخرة إثر ذلك أعلن السيد الفريق أول عن الافتتاح الرسمي لفعاليات هذا الاجتماع وتابع تدخلات إطارات المدرية المركزية للعتاد ليقوم بعدها السيد الفريق أول بتدشين منصة الرمي الإلكتروني حيث استمع لعرض وشرحات وافية حول هذه المنصة التي ستخصص للتدريب وتسمح بتنظيم مسابقات الرمي العسكري الوطنية كما قام السيد الفريق أول بتدشين مبنى خاص بإيواء طالبات المدرسة العليا للعتاد انطلقت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض جلسات الاجتماع الخاص للمنطدى الاقتصادي العالمي بمشاركة الجزائر ممثلة بوزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف إلى جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتتمحور مختلف النقاشات المبرمجة في إطار هذا الحدث حول ثلاثة مواضيع رئيسة هي التعاون الدولي والنمو والطاقة والتي اختارها المنظمون شعارا رئيسا لهذه الدورة وفي هذا الإطار سيشارك أحمد عطاف مساء اليوم في جلسة نقاش حول الديناميكيات الجيوسياسية والانتقال التقوي حيث سيستعرض دور الجزائر وإسهاماتها في ترقية وتعزيز الأمن التقوي في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد العالمية وعلى هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الخاص للمنطدى الاقتصادي العالمي بالرياض أجرى وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف محادثات مع نظيره السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان اللقاء الذي شكل فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين الشقيقين وسبل توطيدها تناول فيه الوزيران بالتشاور والتنسيق تطورات الأوضاع في قطاع غزة بصفة خاصة والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بصفة عامة لسيما التحركات الديبلوماسية على مختلف الأصعدة من أجل وضع حد للعضوان الإسرائيلية المتواصل على الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز زخم الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين تعزيزا لأسس التعاون المشترك في المجال القضائي بين الجزائر ودول المشاركة في الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس المحكمة العليا استقبل اليوم الرئيس الأول للمحكمة العليا طاهر ماموني رؤساء المحاكم العليا ومحاكم النقد لعدد من الدول العربية والأجنبية الذين أدوا زيارة ميدانية للمحكمة العليا وبالمناسبة وقعت مذكرة تفاهم بين المحكمة العليا الجزائرية والمحكمة العليا الشعبية لجمهورية أذربيجان نعم إذن أشرف وزير الصناع والإنتاج الصيدراني على ثاني عملية تصدير للإنسولين إلى المملكة العربية السعودية بعد العملية الأولى التي كانت من موقع إنتاجها بيتزيوزو نحو ليبيا من مصنع نوفو نورديسك ببوفاريك هذا وقام الوزير بزيارة لمصنع إنتاج الأنسولين بالشركة نعم إحياءا لليوم العالمي للسلامة والأمن المهنيين في طبعته العشرين التي جاءت هذه السنة تحت عنوان مع تغير المناخ إضمن عملا آمنا وصحيا منذ الآن أشرف اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب على احتفائية أبرز خلالها جهود الدولة في مجال تعزيز الصحة والسلامة في الوسط المهني من خلال ضمان حماية ووقاية العمال من أخطار العمل أحيت اليوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للسكان اليوم الوطني للمسن بحضور الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة وممثلي القطاعات ذات الصلة والمجتمع المدني وبالمناسبة أكدت كريكو على ضرورة إبراز وتعزيز مكانة المسنين خاصة بعد التقاعد والاستفادة من خبرتهم مبرزة جهود الدولة للتكفل بهذه الفئة من خلال مختلف البرامج والترتيبات الهادفة إلى حماية المسنين وترقيتهم وإدماجهم في المجتمع في أحوال التقس أعلن الدوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة عن تساقط أمطار معتبرة تكون أحيانا في شكل رعود على عدة ولايات بداية من اليوم في الساعة السادسة إلى غاية يوم غد وستشمل هذه الأمطار ولايات الجزائر العاصمة تيبازا، عين الدفلة، تيسمسيلت، أشلف، مستغانم، غيليزان، معسكر، وهران، عين تيموشونت، سديب العباس، وتلمسان كما تشير نشرية خاصة أخرى إلى هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال اليوم بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا مرتقبة في كل من ولايات البيض المنيعة تيميمون، بشار، بن عباس، تندوف، أدرار، برج باج مختار، وإن صالح دوليا وفي مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة يواصل الكيان الصهيوني عدوانه الجائر على قطاع غزة والذي يدخل يومه الخامسة بعد المائتين بارتكاب أربع مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات اثنان وثلاثون شهيدا وتسعة وستون جريحا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هذا وقت حمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة طول كرم وعدة قرى غرب جنين وسط إطلاق القنابل ضوئية كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين شمال شرق القدس ما أدى إلى وقوع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال عمليات مداهمات لمدينة رامالله والخليلة في أرياضة ولحساب الدور النصف النهائي إياب لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم يواجه اليوم فريق اتحاد الجزائر مستضيفه نهضة بركان ابتداء من الساعة الثامنة مساء فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة القرية في ألعاب القوى فاز الجزائري سليمان مولى بسباق 800 متر ضمن الجولة الأولى من الدوري الماسي جولة شانجهاي الصينية وحقق العداء الجزائري زمنا قدره دقيقة و44 ثانية و55 جزءا من الثانية مهتقدما على الكيني كينيامال والأمريكي مورفي كلايتون ختم الموجة شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة